اهلا بكم في شرحنا المهاردة هاعرفك طريقة تحويل روتر تندا AC1200 الى مكوه اشارة واي فاي بطريقة سهلة وبسيطة هاعرفك الادادات هتمشي مع الادادات دي خطوة خطوة عشان خاطر تعرف تحاول الروتر تندا الى مكوه اشارة واي فاي بطريقة سهلة وبسيطة بعد ما نوصل توصيلات الروتر في اللاب توب او الكمبيوتر هنبدأ ندخل لمتصفح جوجل ونبدأ فوق في البحث 192.168.1 وهنضغط على انتر لانا معلم لك عليه دوت عشان نبدأ ندخل للاعدادات بتاعة روتر تندا هبدأ يفتح معك بالشكل اللي انا شايفينه ده من هنا كده ممكن تختار اللغة اللي انت عايزها طبعا انه مفوش لغة عربية فحالتي انا هختار اللغة الانجليزية هبدأ اختار اللغة الانجليزية تمام وبعد كده هدولس على كلمة star واستنى ما يفتح معي من هنا كده الخيار ده يقول تأكد ان انت موصل الوصلة وبعد كده انا هبدأ اضغط على escape ومن هنا كده هبدأ اختار خيار ال high وبعد كده هنزل لتاحت هنا كده هبدأ احط كلمة user name هخليها admin اللي هي للتسجيل الدخول هبدأ اكتب كلمة admin في المنطقة اللي نعلم لك عليها ديت وهبدأ اضغط على كلمة next وهستنى لما الروتر يفصل ويبدأ يشتغل تاني مش هياخد وقت كتير بعد ما يفصل هيبدأ يشتغل معي من جديد تاني عشان ندخل الاعتداد هتيجي معانا الوجه ديت هنبدأ نكتب كلمة admin اللي احنا حطناها ونضغط على login عشان يبدأ يدخل معاني لعددات الروتر زي كده ومن القائمة اللي فاتحة قدامنا ديت او القائمة اللي ظهرة قدامنا هنبدأ نختار كلمة internet setting اللي انا معلم لك عليها دي هنضغط عليها ومن هنا كده تختار dynamic IP address اللي انا معلم لك عليها ديت ومن القائمة اللي عليها صار ديت هنبدأ نختار wifi setting ومن القائمة ديت هنضغط على wifi name and password اللي انا معلم لك عليها ديت هنبدأ نضغط عليها هتبدأ تفتح معاك قائمة الادادات الواي فاي اللي منها تقدر تغير اسم الواي فاي هبدأ اوجفهم الواي فاي الخامسة جيجا هيرتس هبدأ اوجفه من هنا ومن هنا كده لو انت عايز تغير اسم الواي فاي هتبدأ تغيره من هنا تمام لو مش حابب خليزه ما هو من هنا ممكن تقدر تعمل اخفاء للشبكة ومن هنا كده المقطع ديت هتقدر تغير كلمة سر الروتر بعد كده هضغط على سيف لحفظ الادادات بعد كده الروتر هيبدأ يعمل عدد تغير الروتر هتبدأ تستنى لحد ما يفتح الروتر من ثاني بعد كده هضغط على واي فاي سيتنج ومنها على ويرلس ربيتنج هبدأ اضغط عليها ودلوقت هنجا عند خاصية واي فاي ربيتنج ديت ونبدأ نشغلها ومن هنا كده تتأكد ان خيار الويبس متفاعل عندك او مختاره زي كده تمام زي الويبس وبعد كده تبدأ تضغط على العلامة ديت عشان يبدأ يبحث لك عن الشبكات القريبة منك او الشبكة اللي عندك اللي انت عايز تعمل كونكت عليها او تعمل اعادة تشغيل لها او اعادة تقوية الارسال بتاعتها تختار الشبكة من هنا كده تبدأ تضغط بسورد والشبكة وتبدأ تضغط على سين وبكده الروتر هيعمل اعادة تشغيل عشان يحفظ الاعدادات اللي انت عملته هيبدأ يشتغل انه مقوي اشارة للواي فاي عندك دا كان بكل بساطة موضوع حلقة من عرضة متنسوش الاشتراك وضغط لايك والسلام اعجابك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة